قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين إن الحكومة تسعى للوصول إلى صيف آمن من خلال زيادة أعداد متلقي مطعوم فيروس كورونا إضافة إلى ارتفاع وعي الناس والتزامهم بالاشتراطات الصحية كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات وبين دودين أن خطة الحكومة تقوم على رفع أعداد متلقي اللقاح المضاد لكورونا بحيث يكون مع نهاية شهر أيار المقبل لدينا نسبة عالية ممن تلقوا المطعوم وقال إن عدد المسجلين لتلقي المطعوم وصل إلى نحو 800 ألف مسجل مبيناً أن الوباء يأتي على شكل موجات لافتاً إلا أننا في الأردن نمر بالموجة الثانية ونأمل أن نصل إلى الذروة هذه الأيام في حين أن العالم بدأ يقترب من انتهاء الموجة الثالثة ويمكن أن تكون هناك موجة رابعة ترجمة نانسي قنقر